لدينا الآن عدة رسومات ونريد أن نوجد بعض الزوايا الموجودة بداخلها طبعا سنتستخدم المعطيات المتواجدة والمتوفرة لدينا على الرسمة سنتجه للرسمة الأولى في الجانب الأيسر العلوي بها مثلثين تعتبر مثلثين كل من المثلث متطابق الذلعي المثلث الأول هو ABC والمثلث الثاني هو BCD طبعا في المثلث الأول ABC يعتبر متطابق الذلعين ينتج عن تطابق الذلعين أن زاويتين القاعدة متساوية لازم نوصل حتى نوجد قياس الزاوية BCD ونوجد قياس الزاوية CDB لأنها مطلوبة لكن سنأتي أولا بحل المثلث الأول حتى يساعدنا في حل قياس الزاويتين المطلوبة طبعا طالما أن هذا المثلث متطابق الذلعين فبالتالي ينتج عنه أن زاويتين القاعدة متساوية في القياس وبالتالي نقول بأن الزاوية أيضا هذه تكون مساوية للواحد والثلاثين درجة ونحن نعلم بأن مجموعة الزاوية قياس المثلث تساوي مئة وثمانين درجة يعني أن قياس الزاوية واحد وثلاثين درجة زائد واحد وثلاثين درجة زائدا قياس الام تعتبر قياس ام قياس الزاوية اي بي سي يساوي مئة وثمانين درجة وبالتالي واحد وثلاثين درجة وواحد وثلاثين درجة هي عبارة عن اثنين وستين درجة إذن ننقل الاثنين وستين ونترح من المئة والثمانين ونشوف قياس الزاوية اي بي سي يعني هذا يعطي أن قياس الزاوية اي بي سي يساوي مئة وثمانين ناقص اثنين وستين التي تكون مئة وثمانتعشر درجة إذن أصبحت قياس الزاوية بي مئة وثمانتعشر درجة طالما إنها تشكل زاوية مستقيمة مع الزاوية دي بي سي فبالتالي يكون مجموحها مئة وثمانين كانت الزاوية إحداهما مئة وثمانتعشر فتكون الزاوية الأخرى ستكون الزاوية الأخرى مباشرة مئة وثمانين ناقص مئة وثمانتعشر هذا يساوي سيظل مساويا مئة وثمانتعشر تأخذ من المئة وثمانين يظل هنا اثنين وستين درجة لأن الزاوية مستقيمة وتشكل مئة وثمانين درجة طبعا عندنا في هذا المثلث بي دي سي متطابق الثلعين وبالتالي يكون زاويتين القاعدة متساوية في القياس أي معنى أن هذه الزاوية بي تطابق الزاوية دي إذن الزاوية دي ستكون مساوية لاثنين وستين درجة ونحن نعلم أن مجموع قياس الزاوية الداخلية للمثلث مئة وثمانين تبقى لدي الزاوية سي نوجد الآن طالما أن لدي قياس زاويتين اثنين وستين درجة واثنين وستين درجة زائدا قياس الزاوية بي سي دي هذا كله يساوي مئة وثمانين درجة لأنه عبارة عن مثلث ومجموع زاوية الداخلية لمثلث تساوي مئة وثمانين درجة اثنين وستين واثنين وستين هي عبارة عن مئة واربعة وعشرين درجة إذن قياس الزاوية م عبارة عن قياس الزاوية بي سي دي يساوي مئة وثمانين ناقص مئة واربعة وعشرين التي تساوي ستة وخمسون درجة وبالتالي كياس الزاوية ستة وخمسين درجة لأنها مجموع زوايا الداخلية لمثلث تساوي مئة وثمانين درجة لنتج للرسمة الأخرى التي يتواجد بها جميع أضلاعها متطابقة منها مربعا ومثلثا لكن المطلوب هو الزاوية إي بي إي دعنا نرسم الزاوية إي بي إي فهي غير موضحة نوضحها الآن بخط سيكون هذه هي الزاوية المطلوبة إذن هذه هي الزاوية التي علينا إيجادها إي بي إي هذه هي الزاوية التي سنظل مطالبين بإيجاد كم تساوي طبعا طالما هذا المثلث متطابق الأضلاع فبالتالي يكون مجموح زواياه سيكون مجموح زواياه هذه ستين درجة وهذه ستين درجة وهذه ستين درجة لأنه مثلث متطابق الأضلاع وأي مثلث متطابق الأضلاع تكون زواياه ستين درجة وستين درجة وستين درجة ونحن نعلم أن هذا عبارة عن مربع وبالتالي هذه ستظل تسعين درجة وهذه تسعين درجة وهذه تسعين درجة والزاوية إي تسعين درجة لكن نحن مطالبين بإيجاد قياس الزاوية هذه المحصورة كما هي بموضح لكم الآن نحن مطالبين بإيجاد هذا الأحمر حتى نجمعها مع الستين ونشوف قياس الزاوية EBE كم يساوي سنضر الآن نعرف أن هذا المثلث المشكل الآن اللي هو BDE حبارة عن مثلث متطابق الساقين فيها الضلع BDE يطابق الضلع DE وبالتالي تكون زاوية القاعدة متساوية أي أن هذه X وهذه X لازم هذه الزاويتين تكون متساوية في القياس لأنه متطابق الضلعين وبالتالي هذا يعني أن قياس الزاوية X زايد قياس الزاوية X زايد التسعين درجة يساوي 180 درجة وطالما أن لدي X و X هي عبارة عن 2X زايد 90 درجة تساوي 180 درجة طبعاً نتجه بالتسعين للطرف الآخر ويصبح 2X تساوي 180 نقص 90 تكون 90 درجة إذن X الواحدة تساوي 45 درجة إذن سيطل معي هذه الزاوية 45 درجة وبالتالي يكون قياس الزاوية EPE هو عبارة عن 60 زايد 45 ويكون المجموع مساوياً لـ 105 درجة إذن قياس الزاوية هو عبارة عن مجموعة الـ 60 والـ 45 أصبح 105 درجة لنتجه إلى الرسمة الأخيرة وهي أسهل من الرسمتين السابقتين هو مطلوب هنا الزاوية قياس الزاوية EBC يبدو أنها سهلة جداً طالما أن لديك مثلث متطابق الساقين فبالتالي ستكون قاعدتيه متساوية في القياس أي أن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية وهذا يعني نعفرق أن هذه الزاوية قياسها X وهذه الزاوية قياسها X أي بمعنى أن X زايداً للـ X زايداً لـ 36 درجة سيضل مساوية 180 درجة لأن مجموع قياس الزاوية المهتلة الداخلية يساوي 180 درجة X زايد X تساوي 36 زايد 36 تساوي 180 هذا يعني أن 2X زايد 36 درجة يساوي 180 وهذا يعني أن 2X تساوي 180-36 اللي 144 درجة وهذا يعني بأن X تساوي 72 درجة طالما أن X تساوي 72 درجة إذن عرفنا الآن قيمة هذه الزاوية إذن هذه الزاوية ستكون مساوية للـ 72 درجة وهذه الزاوية أيضاً ستظل مساوية للـ 72 درجة لأن 72 زايد 72 زايد 36 يظل مساوية للـ 180 شكراً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم